بس فكرة المسلسل الواحد المسلسل الواحد اللي كان بيجمع مصر والبلاد العربية كلها في وقت واحد سيزن واحد مسلسل واحد في رمضان هو مسلسل واحد بس اللي كل الناس بتتفرج عليه انتباعات حضرتك ايه عن الموضوع ده وشايف قد ايه ده كان بيضيف للمتعة او بيضيف للعمل كعمل بكل تأكيد كانت الدراما التفزيونية المصرية خصوصا هي دراما رائدة في العالم العربي كانت لها جمهورها الواسع على امتداد الوطن العربي بيش على مستوى مصر طبعا وقد ايه قربتنا كمان من بعض يعني قد ايه قربتنا من الاحياء المصرية والطباع المصرية والاحياء الشعبية وقد ايه خلت وطن العربي وكأنه عايش معينا في مصر وكأنه بيعلم تفاصيل حياتنا المصرية البسيطة بالضبط واللهجة المصرية واللهجة المصرية ده أكيد كتير تعلموا فيها انه اللهجة المصرية اصبحت اكثر تشارد واكثر تحبوبا للجمهور العربي بشكل عام لكن مهم ان احنا برضو نبص للدراما المصرية يعني فيه تقسيمات كتيرة جدا للدراما المصرية فيه دراما كان مأخوذة يعني ممكن اقول فيه تلت تصنيفات على الاقل اساسية وفيه فروع اخرى فيه فرع مثلا بيتكلم على الاعمال المأخوذة عن اعمال روائية على سبيل المثال طبعا زي اعمال نجيم محفوظ فيه حاجات كتير زي حديث صباح مساء اللي حمدت اشارتي زي انه احيانا زي اعمال درامية كان هارب الايام لثروة ابوازة زي اعمال كتير اتخذت من افرح القبة على سبيل المثال وطبعا نسلسلات الحديثة نسبيا وغيره وغيره كانت محفوظة فيه اعمال كتير متاخدة من اعمال روائية لكن نيجي بعد كده فيه اعمال غير روائية حاجات تانية كانت موجودة كمان ظهرت الاعمال التاريخية زي اللي عمل حاجات الاعمالها مثلا نور الشريف في عمر بن عزيز وهرور رشيد وما الى ذلك والاعمال الوطنية كمان وشانا ننسى بقى رقفة الهجان والحب الغير مشروط اللي كنا بنحبه للمسلسل ومازلنا طبعا بنحبه للمسلسل دا المسلسلات بقى الدينية والوطنية هي اللي اخدت المنحة التالت اللي حضرتك بتقول عليها مع اعمال تراثية انتشرت برضو كساسرة زي جوحة وعلي الزيبق وما الى ذلك من اعمال تراثية عربية بشكل عام فاحنا امام تصنيفات وتقسيمات لانه مهم جدا واحنا بتكلم مع التسلية والترفيه والاعمال الدرامية وصناعة الدراما في مصر والعالم العربي ننتبه الى التقسيم جنر الانواع الاشياء اللي بتتقسم بها الاعمال دي عشان نفهمها اكتر منفعش مقارنة نوع وشكل وتأسيمة مع تأسيمة تانية صحيح انه اتطورت اعمال التيفيزيون من مصر وابتدت تظهر اعمال اكثر ارتباطا بالمجتمع اكتر مع تطور الوقت زي العلي حلمية مثلا طبعا وانو عكاشة كان هو عمل نقلة مهمة جدا جدا في المجال دي صحيح لانه الراجل ده طبعا الراجل عظيم جدا انو عكاشة من 1941 ل2010 الراجل ده بدأ بكتابة قصة ورواية وبعدين انتقل الى اعمال الدرامية فاحدى الثورة في عالم الكتابة التلفزيونية اللي بتتكلم عن قضايا بالغة الاهمية تحولات الاجتماعية تتكلم عن حاجات مهمة